تونس تطوي مرحلة حاسمة في مسيرة التغيير مع الانتخابات التشريعية في البلاد وهي الأولى في ظل الدستور الجديد الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد أن المطالب الشعبية التي تعلوها القضايا الاقتصادية ستتحقق في مجلس النواب المقبل ويحذر في المقابل النواب الذين سيتم انتخابهم من إمكان سحب الوكالة منهم إذا تنكروا لوعودها فأي تغيير مرتقب في تونس مع مجلس النواب الجديد وما الأولويات معنا الآن من تونس الكاتب والبحث السياسي أبو بكر الصغير أستاذ أبو بكر مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار بداية لا نعرف تحديدا الأرقام الرسمية النسب الرسمية حتى الآن ولكن حتى ساعات متأخرة من بعد ظهر اليوم كانت النسبة منخفضة للغاية هل ما زالت بعد إقفال الصناديق عند هذا المستوى مساء الخير أعتقد أن النسبة لن تكون هامة السيد أبو عسكر أقر أن النسبة ستكون أقل من تلك التي سجلت في عملية الاستفتاء أعتقد أن هناك عدة اعتبارات تدفع بهذه النتيجة أولها أنها أول انتخابات خارج المحاصصات الحزبية بمعنى أنها كانت على الأفراد وثانيا أنها انتخابات لم يكن للمال السياسي دور كبير فيها بمعنى شراء الضمم والأصوات وثالثا والأهم أعتقد أنها انتخابات تندرج في وضع اقتصادي واجتماعي الصعب هناك معاناة في صفوف المواطنين خاصة من فقدان عديد المواد الأساسية في الأسواق وهذا من شأنه أن يخلق مثل ردود الفعل هذه ولكن في نهاية الأمر نحن اليوم في لحظة فارقة من المصار السياسي في تونس هناك برلمان انتهى وطوية ودخل التاريخ وهناك ولادة برلمان جديد فمهما كانت النسبة فسيكون برلمانا شرعيا باعتبار أن القانون الانتخابي لا يحدد لا بغض النظر عن الشرعية أستاذ أبو بكر عندما تكون النسبة منخفضة للغاية هذا يعطيك مؤشر على توجه المواطنين التونسيين توجه الناخبين إحجامهم عن المشاركة في هذه العملية هذا له مدلول بغض النظر عن شرعية البرلمان من عدمها هذا سؤال جيد هناك عامل مهم جدا أنا من الواضح اليوم أن القوى التي تكاتفت ضد مشروع رئيس الجمهورية قيسعيد بالفعل هي قوى لها وزنها في الشارع هناك خزانات انتخابية سواء تلك التي تنتمي للإسلام السياسي أو للدستور القديم وحتى الاتحاد العام تلسي الشغل كان له دور بالفعل عندما سند الأضراب الذي يحصل اليوم وغدا في الإذاعة وتلفزيون وهي وسائل الإعلام مهمة من شأنها تحص المواطنين على المشاركة كان له دور كذلك في حصول هذه النسبة الضعيفة أعتقد أن في المحصلة في نهاية الأمر تمت العملية وهناك اليوم برمان جديد وقد تكون هناك دورة ثانية باعتبار أن القانون الانتخابي في فصلهم يوم 23 يشترط إذا لم يتحصل مرشح على الأغلبية الكاملة فأنه تعاد هذه الانتخابات بعد أسبوعين من الإعلان الرسمي النهائي على نتائج الانتخابات ولا يشاركوا فيها إلا المرشحين الذين تحصل على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي أعتقد أننا بلا شك مقدمون على دورة ثانية من هذه الانتخابات طيب أستاذ أبو بكر هذه الانتخابات بقانونها الحالي جرت بشكل يكون التركيز فيها على الأفراد على المرشحين الأفراد وليس على الأحزاب السياسية والقوائم الحزبية كما كان الحال في الماضي أليس من شأن ذلك أن يضعف الحياة الحزبية النشاط الحزبي السياسي الذي هو جزء أساسي من أي عملية سياسية ديمقراطية هذا التقدير موقف ممكن ولكن تونس تقريبا لمدة 11 سنة شهدت ثلاثة انتخابات مهمة وكانت هي انتخابات الأحزاب السياسية القوى السياسية كانت هناك محاصصات كانت هناك عملية سلعنة حتى للمنظومة كاملة وكانت الدولة هي بمثابة الغنيمة لهذه القوى السياسية اليوم هناك تطور جديد الاعتماد الأفراد الأفراد هم أقرب إلى هموم الشعب سننظر هل بالإمكان أن يدفعوا إلى وضعا سياسي واقتصادي واجتماعي جديد كما أشار رئيس الدولة صباحة اليوم وأن يكونوا في مستوى على الأقل التموحات وفي مستوى رغبات الذين انتخابوهم نحن بالفعل جربنا الحياة الحزبية والتعددية الحزبية وهذه المحاصصات ولم تقدم حلا واحدا لمشكل المشاكل تونس وقد عشنا على وقعها تقريبا عشر سنوات اليوم لابد أن تتغير الأمور وأعتقد أن الأسلم في المنظومة الديمقراطية والانتخابات على الأفراد لأن الأحزاب في نهاية الأمر ليست إلا هي قوة في خدمة أجندة سياسية معينة أو أجندات حتى تكون في بعض الأحيان خارجية ولكن ليست هي بضرورة في خدمة مصالح وشؤون المواطنين طبعا هذه وجهة نظر ولكن كما تعلم جيدا في الكثير من الدول الديمقراطية الأحزاب تلعب دور أساسي والقوائم الحزبية والإتلافات الحزبية وكل هذا لكن هذا وضع مختلف دانيا أسألك عن البرلمان المرتقب الآن بعد هذه الانتخابات البعض يقول هذا البرلمان سيكون برلمانا مؤيدا للرئيس السعيد بشكل مطلق سيمرر كل ما يريد الرئيس السعيد من تشريعات ما رأيك في هذا الكلام؟ والبعض يقول أن هذا البرلمان يضم قواسات وهناك مسؤولون داخل حتى هيئة الانتخابات طرحوا هذه المسألة وعبروا عن خشيتهم بأن يكون هناك بعض المرشحين الأفراد تقف وراءهم قواء سياسية أعتقد أن من الصعب جدا التقييم أو الحكم على طبيعة هذا البرلمان نحن ننتظر نتاج نهائية الانتخابات وكذلك ما سيعلن في داخل قوة البرلمان من برامج وكذلك من مواقف وبالتالي من الصعب الحكم على هذا الجانب ولكن المؤصف حقا هو غياب المرأة في هذا البرلمان فهناك ضعف تمثيلي كبير جدا وكذلك غياب الكفاءات البارزة لم نروا جوان بستثناء عام دعني أستوقفك عن غياب المرأة لأنه بعض يقول أنه أحد ربما الأسباب الأساسية لغياب المرأة هو قانون لانتخاب التونسي الجديد ما رأيك؟ هل لعب هذا القانون دورا في تغييب المرأة عن المشهد الانتخابي؟ نعم نعم لعب دورا كبيرا وهناك سهو كان يمكن تداركه حتى إذا كان فيما بعد لأنه هيك سيد الكريم أن تقريبا 52% من الناخبين هم نساء والصوت الذكوري لا يمثل إلا 42% ولا نجد تمثيلية مهمة على الأقل هذا الدور للمرأة في هذا البرلمان وأعتقد خاصة في تونس تونس المعروفة بنصرتها لقضايا المرأة وتحرر المرأة واليوم نرى برلمانا الأضعف من حيث التمثيلية النسائية فيه أخيرا القضايا المهمة تبقى بحاجة إلى حل أستاذ أبو بكر تونس تعيش حالة اقتصادية صعبة ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية مديونية عالية كيف برأيك سيكون دور البرلمان في التعامل مع هذه القضايا في الفترة القادمة باختصار لن يقدر على شيء البرلمان هي مرهونة هذه المسائل بسلطة القرار في البلاد تونس توفرت لها فرص مهمة تونس كانت لها خمسة قمم خلال الأشهر الأخيرة قمة اليابان وأفريقيا القمة العربية القمة الصينية العربية القمة الفرانكوفونية والآن القمة الأمريكية الأفريقية كانت هذه فرص مهمة لأن البلدان التي تشارك في هذه القمم غالبا ما تحمل في يدها الكثير من الملفات وتطرحها لجلب الاستثمارات ولكن من المؤسف جدا أن هذا لم يحصل لأن مشكلة تونس اليوم أساسا هو في الحوكمة لأننا لا نحسن التعاطي في هذا المشكل وقد تم الاعتراف قبل يومين بأن صندوق النقد الدولي عندما أجل النظر في منح قرار لتونس هو نتيجة أنه ضعف وأخطاء في التعاطي في ملفاته التي قدمت لهذا الصندوق هذا هو المشكلة الأساسية في تونس ما أتمناه بهذا البرلمان أو بمن يحكمون البلاد أن يتم تدارك الأمر في أسرع وقت على الأقل لتوفير توقل النجاة من هذه الوضعية التي تنظر بالفعل بمخاطر سياسية واقتصادية وما حصل اليوم من نسبة تصويت ومقاطعة فهو كذلك أمر بالفعل يوجه كأنه رسائل تحذير للسلطات بأن الشعب هناك حالة من التململ فيما يتعلق بوضعه الاجتماعي والاقتصادي شكرا جزيلا لك الأستاذ أبو بكر الصغير الكاتب والبحث السياسي كان معنا من تونس شكرا جزيلا لك